صباح الجمال صباح الشياكة صباح الفل على كل أعزانة وكل متابعينا في كل مكان صباحنا دايما نادي زي ما بيقولوا وخصوصا الجو بدأ ودخلت الشتاء بكل زعبيبه وبدون مقدمات وبدأت طول الأمطار بقالها يومين وربنا يكون فعون كل الإسكندرانية وكل اللي في السواحل أنحيا سبعين عندهم الجو صعب جدا وجايين بالصور يعني الموضوع أوفر مرسي طبعا من الأول قبل أي حاجة لكل اللي كان بداية النهاردة أننا عوصل بالسلامة بجد شكرا جدا من كل قلبي ودفعاتكم دي اللي هي كل يوم الصبح دي بتديني طاقة والله يباجي عشانكم أنا ببقى حبة دايما أظهر عشانكم طبعا الحلقة النهاردة اشتغلنا أكيد دكتور علاء كده واضح مفوط بدا ما بقوله صباح خير هو مش معنا دلوقتي لأنه واضح نوات أخر فربنا سهل ويجي بالسلامة ويحصلنا ونبتدي حلقتنا لأن إحنا معاين حاجات كتير عايزين نتكلم فيها ومعاين نظيف جميل ولازم هنعرفكم به طبعا شوية كده ما أتكلم معاكم الناس بتوعي تقوله هو المطر حلو والناس يعني زمانك سبحان الله بيقولوا يعني الدنيا ما بيبقى فيها مطر وخير ده بيبقى خير من عند ربنا إحنا الدنيا عندنا بالعكس شوية أهو وصل وبيطع الهوى أستاذة أولاق إزايك أخبارك تطلعي على المصطبق في عندنا معاة سيادتك حضرتك المتأخر تطلعي على المصطبق من غيري لازم هطلع همخرج يا أستاذ محمد تطلعي على الهوى من غيري تطلعي سبت ايه步 سبت ايه للناس التانية يعني في السباح سبت ايه الناس اللي طلع عينيها لا بالمناسبة أنا بقول أشاعة تطلعي بالمناسبة مثالها بش صحيح ايه حلوة أول إشاعة دي انت دخلت في الإشعاعات هنبدأ كده من أولها هنغير موضوع الحلقة جماعة ونتكلم في حاجة تانية مما أن الدكتور بيتكلم بالوقت في الإشعاعات فإيه رأك في الإشعاعات اليومين دول بس هو في حاجة أيها وده اللي قلتها في الحلقة اللي فات في الحلقة اللي أبي لما حد يوصلوا معلومة وخلاص السوشيال ميدا فالناس كلها بقتفتحة على بعضيها أخذوا المعلومة الأول وبتدي حللها هشوفوا المعلومة دي ماشية مع المنطق والعائلة ولا لأ بمعنى إيه ده فيه عصير تمام واسكندرية داخل فيها عصير والدنيا إيه والدنيا هتتغرق والبلد مش عارف إيه وبتاع تمام معلومة إن فيه معلومة بسيطة إن الناس لو سمعت لخبراء الأرصاد بيقولوا إيه بقالها فقط بتتكلم في الموضوع ده لا لا بيقولوا يا حزيني بقولك إن الأعصير بتحصل دايما في الأبحار المكتوحة البحر المتوسط ده بحر مقفوض فمش ممكن يحصل فيه عصير آه ممكن تحصل نوة جديدة ممكن يحصل مطر شديد أنا ما أحصلش فيه عصير يبقى الناس عصير ده مرتبط دايما بالله أكبر بكوارث الله أكبر يعني وبنابعد عنا أي كارسة إن شاء الله ويبقى الساتر دايما كده من عند ربنا بيبقى فيه بتقلب يعني دنيا بتقلب معك يعني إيما يقولك عصار ده يبقى كارسة لطول ومقابل لها كارسة ما فيش حتى تهديدات بقى الساتر جاية بتقولك ممكن ما تنزلوش تاتيام اليومين اللي إحنا فيهم اللي كان فيهم مطر لأن فيه أمطار غزيرة وعن شاء الله هشايفنا الجاوة حلوة كمان يعني فيه مطر آه واسمعنا برق ورعد وحاجات حلوة سأنا والله العظيم أن بفرح جدا بالمطر أنا عايز أفهم حاجة ده وده اللي بيحيارني يعني وإحنا منزعل من المطر هو بيشرب من حاجة ده ما فيه خد حاجتي وعادي وإحنا منزعل ليه من المطر يعني أنا دايماً بحب أتكلم معيكو كده من قلب للقلب وإحنا ليه منزعل المطر يا دكتور عليك وإحنا كنا من كم أسبوع الناس بتدعي بتدعي وبكلمكم أمانة إن المطر يهل علينا وتبقى نجدة من عند ربنا لأن إحنا نقطة المية بتفرق معنا صح؟ قول صح 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 يقول منزعل إحنا ومعليش بقى في الكلمة اللي هتتقل بيبقى متضايقة ويعني بتعصبني نفسياً وإحنا منزعل لما ربنا يكرمنا بشوية مطر حلوين وتبقى يعني حاجة كده ما حصلتش ويبقى الفيضان ما حصلتش بقى له خمسين سنة ونيجي نزعل ونفضح روحنا في سوشل حتى لو فيه تقصير قيب إن إحنا نفضح روحنا ما بقاش حاجة في بيتي وافضح روحي بص حقيقة هو دايماً أنا مكتباجي يوم السابت بيبقاش محضر بس المرة ده أنا محضر البرو أكتف والري أكتف يبقى الفارق من البرو أكتف والري أكتف البرو أكتف إنك بتتوقع الحدث قبل ما يحصل وتبتدي تستعدله وتتعامل معاه قبل ما يحصل الري أكتف هو إن الحدث يحصل فأنت تبتدي تتعامل معاه الفارق بالاتنين جامل جداً تمام زمان من حوالي 10-15 سنة كانت نشر التاسعة كان بتيجي الساعة تاسعة وبعدها كان فيه نشرة الأحوال الجوية تمام وبعدين إيه يقول لك بكرة الدنيا هتمطر تلاقي الدنيا شمس يقول لك بكرة الدنيا تبقى شمس عندش باي يصدق حاجة تمام وعملاش فيه بس نقول لنا واللي علينا بقى فيه إمكانيات عند هيئة بقى أرصاد فبيديك يعني حاجة متوقعة بتحصل ديزي 90% ونسبح حيك لو مسكت المبايل ده حيك هتلاقي إن فيه غبشل ممكن يديكي لو أن نستخدمه استخدام صحيح ولو مر لها حده بقى حده ينزل حاجة أو يستقديمها كمباين قوي معلاش إن متوقع الأمطار بتحصل يوم الأربعة والخميس الكلام ده من يوم الحد تمام يبقى المفوض إن إحنا إيه درواتيه عندي إحساس كده إنك داخل على دخلة تانية لا لا خالص والله طيب إيه كامل إحنا أصلي هوا فيه حاجة في القهيرة حصلت غريبة جدا أيوة شوفت أدي دخلة بقى لأ أنا أتكلم فيها هي أدي دخلة لا لا في القهيرة حصلت حاجة بقى إيه بقى إن من يوم الحد معروف إن احتمال المطر ينزل الأربعة والخميس تمام كده أه هل وقا يعني مطر ما كانش مفاجأة لا ما كانش مفاجأة لا لا ده عايز أقولك إنهم قالوا يوم اللي تنشعارف للتلاد بعد العصر في المطر هتمطر في القهيرة وده حصل هل وفي خلال نص ساعة القهيرة كلها هتشلت بقى الناس كلها هوقف في الشارع عم ما أنا بتخبط في قضي بقى أنا ري أكتب خلي بالك ما أنا لسه جالك في الحوار أهو بقى أنا ري أكتب لأ أنا حقيقة أنا كنت نازلي وأنا مش في دماغي بس ركبت المترو ورجعت وبعد ما رجعت ليه في حاجتة أنا مش فاهم في إيه المطر ما اطاربت عليها أهو روح تراك في المترو وحتراجة مش مش عاجة خالص ولا في الدماغ ركبت المترو وروحت بيتنا وقاعد وتمام التمام الناس المحبوسة في الشوارع حل بتادينا نتريأ خلي بياني يعني في نفق العروبة حد تطوع حد تطوع عشان يروح يسلك البلاعة هو أنا بس رحول تريأ عشان نفق العروبة ده موضوع صعب جدا يعني نفق العروبة لي لي إيه حضرت يعني ده الحاجة الوحيدة اللي معروف إن هي منفعش توقف يعني لأ هو حاجة بص لا لا مش حاجة توقف منفعش حاجة توقف خالص أنا بس على استرسل رايش هو المهاردة أنا باتكلم بحدة شوية لإن الموضوع فينا الموضوع خطير جدا اللي هو البرواجتيب و الرياكتيب التفاعل مع الحدث هو توقح حدوث الحدث تمام فالناس كلها ويبقى حاجات بسيطة جدا البلاعة ما تسلكتش فلو شلنا من عليها الطراب أو فوق مستوى الأرض والرصيف مش عارفة إيه وما جاتش ما نزلتش في البلاعات والمياة بالقراءة حواليها وبلاوي كده ممكن نقول أصلاحنا البنية التحتية عندنا مش مستعدية للمطر وإن كان ده عذره مش مقبول أنا نزلت تاني يوم بقى على راتك أيوة ملقيتش ولا أي حاجة غالط رسالة بقى موجهة كده سألت موجهة ليه أنا أقول رسالة إن إحنا بنتكة قوي زوم بنعمل زوم على الحاجة الوحشة ونكبر منها صح؟ وإن الحقيقة حتى لو في منطقة واحدة لا الحقيقة معظم المشاورة لا 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 حريك في منطقة غلط أنا عايزة أنا عايزة فهمك غلط صراحة عايزة في منطقة غلط عارفة ليه؟ معنى زي لك إن إحنا لو كنا مستعدين للحدث كنا نتعمل معها بسهولة جداً طيب حقيقة المشكلة حصلت ليه؟ البلعات اللي بتصرف المطر عليها طراب وعليها يعني عايزة تسليكة يعني عايزة يتشلمل عليها تسليكة المطرة ما فيش مشها عندنا مشكلة مطر ودلعه على كده إن هم لما نزلوا سليكوها الموضوع مشت كواز جداً تاني يومك بيسمها بإدارة الأزمات دي إحنا منسميها حاجة ما فيش أزمك ليه ده هم قالوا لنا قص الأزمة دي حضريك لما دي حاجة تتفاجئ بيها هم قالوا الدنيا هتمطر يوم 4 أو 5 إدارة الأزمات دي بتبقى قبل الحدث بحدث بتخيل كده بعمل حاجة زي إيه؟ نموذج محاكاية تفاهم قصدي بيبقى الموضوع زي نموذج محاكاية بتحصل حاجة وبعملها بشوف في الواقع هيبقى إيه؟ في الواقع هيبقى إيه؟ أنا هم تبقاش حقيقة سيهم محاكاية محاكاية للواقع وبشوف الدنيا فيها إيه؟ حصل وحصل سيول لقضاء لغل حصل أمطال حصل وحصل وببقى عامل حاجة اسمها إدارة الأزمات دي أو غرفة إدارة الأزمات في كل مكان عفكرا مفوض إن فيه غرفة أزمات لكل مكان بتحاول بقدر الإمكان إنها تلحق الدنيا وتزبط كل حاجة فين الأزمة؟ هي دي اسمها إدارة الأزمات دي اسمها معلش حاجة؟ فين الأزمة؟ في إيه؟ المطرة مضطارت تمام؟ ما أنت عندك هو أزمة إنت بتكلم في إن البلعات ما كانش مسلسكة أو في عليها طراب صح؟ أه يعني كان مفوض يحصل فيها تشيك يعني تشيك كده يعني نعمل زي فحص كده لكل البلعات تعرف أنا لو قالوا لي أنا كنت نزلت بالعربية بتاعتي وشلت البلعات كلها لقد بدأنا لقد بدأنا لقد بدأنا والدكتور علاجة إيه لنا النهار ده بتأخير طريقا كان بيحدي على الطريق يبص علي يبص شانا وأوقع حبل أن جبتش صور طيب لا لا حاجة يعني حاجة وبعدين إيباها إيه؟ إحنا أحسن ناس نقعد للطريق على بعض في السوشيال ميديا بدل يعني معلش يعني حتى معلش أنا شايفا لو معنا حتى لو عندنا يعني رجل تطوع تطوع ونزل يسلك تحت نفأ 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 خلاص يبقى في السوشيال ميديا ده ما قالوش يعني رجل ده جزاته مثلا ده رجل يحل مشكلة بالموازل يبقى ده جزاته كدتر خيره ده المفترض مشكوره الله العظيم أبو الزر ده رجل ده يكرم مش نبتدي والحق وبتاع ده ده مشكلة يعني ولو أي حد في مكانه يعني ليه فكر وشفحة جواقفة وممكن أنا أعملها طبعا طبيعي أن أنا أعملها ولا أفكر حد يصور ولا حد يفعل إحنا بقينا استخدمها وشانا قلت لكم الحالة الفاتت استخدمنا للنات بقى وحش بجد وبلاش بقى يعني نجل دروحنا يا جماعة يعني أرجوكو والله العظيم أنتوا عارفين أنا بحبوكو الده بلاش نبين الوحش اللي فينا بلاش يعني عارفين في وحش مثلا عارفين عندنا مشكلة بلاش كفينة بقى كفينة الدنيا كلها في كل بلاد العالم وأنا متأكدة وطلعت ربع ناس اللي ورا الكاميرا وامتابعينا وعارفين أنا أنا بتكلم في إيه وناس اللي سفرت برة فين فيه مصايب سودة بس ما يبعملوش كده بس حد بيطلع الطلعة دي غيرنا كلنا معنا الجهاز ده صح موبايل ده ها هاركت متوقع يوم الحد الدجر حد 28-19 هيبقى فيه نسب صحب قليلة اللي 2 صحب هتقل الثلاثة الاربع تمام هل بقى كده تمام هو هو ميديكي خمس تيام وقايل أن يوم الحد كان يوم السبت احتمال يبقى فيه أمطار هلو بتعمل الاحتمالية هو أنا عندي أنا ثابت ده لابقى لازم مع برؤك تبقى أقول آه متوقع المطر لا هو بقى أنت كان سانة برضو يا دكتور عيق معايش إحنا عندنا الجو بقى متغير ما بقاش عندنا طب ما سألتش نفسك سؤال التاريخ كمان ما بقاش طب ما سألتش نفسك سؤال التاريخ والجغرافي عندنا حريك ما سألتش نفسك سؤال خطر ليه هو المحافظات التانية المشكلة فيها ما كانتش زي القاهرة عشان المدن الجديدة قصة ولا عشان لا أنا أقولك ليه عرف حيك ليه اللي حصل في القاهرة خلى المحافظات التانية تبقى برو أكتيف يعني هي متوقعة خلاص صح الكلام اللي بقولها مش صح صح لا أنا بقول من كذا سنة ده أنا بقول من كذا سنة إحنا ليه محافظات التانية محافظات التانية ما حصلتش فيها نفس المشكلة أو المشكلة كانت فيها أقل لأن اللي حصل في القاهرة برغم أن إحنا بتتكلم على العاصمة خلى اللي كانت خلى الناس التانية تستعد طب وليه ما تقولش إن إحنا عشان إحنا في القاهرة فبنعمل زوم دايماً على الحاجات ونعلق أكتر صح ونقف وقفة كده ونقول إن هي دي وهي دي والدنيا ما تقولش كده وبقى فيها حاجات تانية في المحافظات الأخرة بس ما ما حادش بيعمل عليها تصليط الضوء بالمنظر الفضيعة ممكن الله أعلم بس إحنا طبيعي يا جماعة طبيعي وبعدين إحنا أنا مش فهمها برضو إحنا زعلين ليه آه ماشي خلاص المشكلة وليها ناسها والناس هتحلها بصرف النظر مين يتحاسب أو متحسبش مكتبه دعا الخلق لخالق كما بقوله كل واحد ليه كل واحد هتحاسب عنده هي الدنيا أصلاها مش سايبة كل واحد يتحاسب بقى في المكان بتاعه يبقى نستفيل أما أنا بعمل إيه أنا أنا كشخص أو مواطن مصري بعمل إيه هو ده اللي مدايقني خليتك تبدايق أنا في لها آه آه والله جاي هو قصدني جاي قصد بس خلينا نستفيل دايما أن أنا بقول إيه أي مشكلة بنتحط فيها قدامنا حاجة من اثنين ينطلع من المشكلة الأقوى مما كنا آه ينطلع من المشكلة أضعف مما كنا ليه ليه عليك شي جماعة يبقى قدامنا حاجة من اثنين ده ب tum Loch Leri ده Нصيحة للسيد المشاهدين أي مشكلة تحط فيها أنت قدامك حاجة من اثنين هم طريقية من همش تالت أنا شايفها واحد بصلا يتطلع يتطلع من المشكلة الأقوى مما كنت يتطلع من المشكلة الأضعف مما كنا ليه يا جماعة ربنا خلينا أقوية يتوقف عليك انت لا سويني يا دكتور وربنا خلقك قول لضعيف بس انتوا تكلموا في ايه طبيعي انت ما يبقى ليك طريق واحد انا هقف سواء مشكلة حصدتلك سواء مشكلة حصدت حواليك سواء مشكلة حصدت لحد جنبك سواء مشكلة حصدت في البلد انا مفيش قول طريق واحد انا هقف ولازم ابقى قاوم مفيش حاجة اسمها ضعيف دي ابقى ضعيف ليه وليه افكر بالسلوب ده اصلا مااخد قرار صح واقف على رجلي صح واتعلم من اخطائي ما هو ده دايما اللي بيقولك لما بيجي تعمل السيارش او تعمل البحث او متعمل حتى ما بتقدم حاجات جديدة في حاجة اسمها بتعلم من اخطائي الصابقين الدراسات السابقة بنسمي احنا كده دي دراسات سابقة احنا منتعلم من الدراسات السابقة احنا مناخد الابحاث اوكي برضو ده كله فيه ناس فيه اجهزة فيه حقوق فيه حاجات كتير او كده ايه نحنوقف مش نفضل وقفين في الحتة دي وقفين عمشكلة لا امشي امشي واللي قادر تعمله اعمله ولو عندك فكرة ترحة خلينا ايجابيين يا جماعة ما بيبقاش كده ما بيبقاش الحتة واحدة وقفلت والدنيا ده الناس كتبتتمنى شوية مطر اللي مضيقني ده اللي منرفزني الناس كتبتتمنى شوية مطر نجحت في انخلي الستاذة ولاء تتحمس وتتكلم نصوتها يعلم وده كان الهدف الاساسي من البرنامج يا لوي ده في حتين انا اقل صالد مع الاساسة ولاء نصوتها يعلم لا اقل بس انا عاديش اول حاجة بس انا عاديش بس اوليك على حاجة حل خلي بالك حتة البرو اكتب واللي اكتب هي الحياة مبنية على كده انك انت لو بصيت حتى في العلاء في الاعمال الروحنية بتاعتنا في دياناتنا سواء كانت مسيحية ومسلمة او 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 ان الحراكة انت بتحصل ايه انت بتتوقع ان انت في اي وقت ممكن تقابل ربنا صح وتحصل لك مشكلة كمان فبتستعد انك بتصلي وتصوب وكلام ده كله لو انت بقى رئي اكتب و ايه ايه ده ده انا بموت و ايه هتصلي ايه ما خلاص الحقون يا ناس انا اقولك على حاجة اني اغرق مخرج عمالك وش يقولك المواضح انا بقول كلام جامد وعني كلام حلو باين انا بقول كلام حلو صح فعايز اقول فعلا انت الحياة كلها مبنية على البرو اكتب و الري اكتب مبنية على التفاعل مع الحدث ولا بتتوقع الحدث وبتتعامل معاه ايه ده القصة حالك اصدرت النقطة وبعدين انا ازولك على حاجة ونسبة صحية ايه اللي انا استفيده بقى من انا اجيب فيديو وطفل يعني مات بالكهرباء ايه ايه القصة ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه فيها والله ايه كراء يا ريقم كنت بتقولي طبعا انت بتأكيد عارف القصة بتاعت مش عارف مين راجح ومش عارف محمد وقلتلي بص انت بتاجي ان انا ما عندش فاكرة بالموامل بص انا اقول حاجة مفاجأة اللي هو بالنسبة لي ومعرفش زكاة صحة ولا غلط انا على الفيسبوك لما بقلب وبلاقي خبر ديني انا ما بحاولش اقرارها بعديه بعديه تماما لان انا ما عندش استعداد ان الفيسبوك يبقى مصدر طاقة سلبية بالنسبة لك عايسة عايسة اهدو احنا فاكرة لما كنا جايزين حقك يقولنك كده في اي حاجة لازم تاخد الطاقة الحلوة الصبح متاخدهاش في وشك حاجة وحشة وانت قبل ما تنامت برضو تسمع الحاجة حلوة انا بعرف الناس انا بعرف البصت قبل ما يعني ابص على الشخص ما بصش على البصت بتاعه بروح مع الدين فليه احنا دايما بنعمل التركيز وفوكس على الحاجات اللي تدخلنا في الاكتئاب او مصدر للطاقة السلبية ايه بقى ايه بقى الافادة انا لما اجيب طفله ايه يعني اللي فيها طب ما مش 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 مستهلة ان انا صاره فيديو بناسبتك تائب ومش حاجة وعشان كده بالمناسبة عشان الجمهور هو اللي بيش هاية عشان بالمناسبة عشان كده حريك لو تفتكر كمان اللي عناتك هبتطلع في تليفزيون السلبية اللي قبلها على سبعة وخمسين تت سبعة وخمسين انت مش شرط انك تجيب طفل ويا عمي مش كده خالص والله انت ممكن توصل رسالة بس ما تدخلش المتفرج انه بغتدخلو في دور الاجتائب بما اننا حرق بتتكلم بقى عن الرسالة ونقول لعزان المشاهدين معانا حد مهاردة اعلامي قوي ناخد فصل اه وناخد فصل انا مش عارف انت موضوع الفصل ده شنو حقوقت ده شنو حقوقت ده شنو حقوقت ده شنو حقوقت ده بتنسى قدامنا ساعة ولا انا ما فيش يالي انت بتكمل السحلة مع عزان المشاهدين تجري نلحق ناخد فصل بسرعة ونرجع لضيفنا الجميل اللي هتشوفوه متبعيز جدا كاعلامي في المجال دوت وبما اننا منتكلم على كل حاجات زي السوشال ميديا والاعلام فتعلي نشوفها معانا حصل بتاني بعد الفصل وقالين بس انا عايز السادة المشاهدين يتعطفوا معايا ليه انا قعد مع اتنين اعلاميين وانا مش اعلامي طبعا بالتأكيد هتفرم في النص كنت متأكينها رون الكلمة دي يعني عارفة الفرما دي في النص هتفرم فانعايز جاركوكو تتعطف معايا اقول ما دخل عارفة احنا اتنين قالك بص بقى يعني خلينا بس نرحب الاعلامي بس سوز متحة عبدالله طبع الفل عليك يلا اخبار سوز متحة حايت من اني بلد انا من الغربية لاغبار المطر عندكو ايه والله المطر انا مش عاجبش ساكي من الغربية باي المطر فاجئنا فاجئكو فاجئنا طبعا لا بس انا فاجئنيش والله اينين والله افطنطا هتمطر والله يا دي من حسنات السوشال ميديا والارصاد بتقول ان احنا ممكن يحصل كذا وممكن يحصل كذا احنا بقى مستعدناش او احنا ماخدناش احتياطاتنا دي بقى ده موضوع تاني دي قصة تانية بس هو خلينا اتفق على شيء ان فعلا الارصاد عندها من الامكانات فعلا بتدي توقعات بنيتسيق 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 طبعا ما دي استخدمات التكنولوجيا لا لا دي استخدمات كليبان والله ترجع ناشر التسعة ويقولك بكرة مطر تلاقي بكرة حر عكس تماما والسوشال ميديا والتطور في التكنولوجيا اصبح ان احنا لا الوسائل التواصل خلت وصول المعلومة اسهل وخلت المجهود في الحصول على المعلومة اقل انا بوفر وقت وبوفر مجهود وبخلص العالم كله بقى قرية صغيرة تعرف ان الوقت اعرف في الفقر دي بحاول اثبت نفسي طبعا 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 حاج سؤال وبعد كده مش هتكلم فضل طبعا طبعا حاج في البرو اكتف الرياكتف اللي هو التفاعل مع الحدث وان احنا نتوقع الحدث ونتعامل معه يعني نتوقع الحدث ونتعامل معه ده افضل يعني انا بقى متوقع وعمل استعداداتي وانا اللي مستني الحدث انما اشنا الرياكشن الحدث حدر خطع عبابك طبعا انا مش عمكسين انا بعد كده ابدأ ان انا يبقى ليه رد فعل ده مش منطق في العصر اللي احنا فيه ده بالامكانيات اللي احنا وصلنا لها بالتكنولوجيا بكل اللي احنا عايشين فيه من تقدم الواجب علي ان انا استخدم كل ده فانني اتنبأ بالحدث ان انا معرف ايه اللي جاي اتنبأ صح اه طبعا طبعا والناس اللي انا مطور يبقى ماناك حياة طبعا وحاجة هتلاقي برضو دايما في الدول المتطورة هو ده لايف ستايل ده لايف ستايل طبعا طبعا ده اساس التقدم واساس النجاح في اي شيء ان انا ابقى عارف ايه اللي جاي تمام الاستشراف المستقبل او استشراف اللي هيحصل بعد كده هو ده اساس النجاح انا لو بقيت انا رد فعل عمري ما هتقدم تمام لان انا هبقى متأخر بخطوة ما في ده لوج تعالف حقيق مرحبية تلوش خلاص معال انا انا اتفاجئت اللي احنا لو انا اتفاجئت فانا مجرد ان انا اتفاجئت يعني رد فعله مش محسوب او مش هيبقى صح 100% ممكن يبقى فيه جزء من الصح انما مش هيبقى زي ما انا عايز او مش زي ما انا متوقع ان انا عمله طب انت عازلون من انا حاجة بقى انت عازلون من انا حاجة بقى انت علاقى زي ما ينفعش الستاغم انت مناورنا يا دكتور انت شايف الاول نظرا اللي فيه يعني فيه لمعك ما بتحس ده الكلاء عشان السؤال اي اي ده انا ما سألت هو اللي خالي اللمع لأ بصي يعني هو الدكتور علاء أعمالي أنا مش إعلامي الدكتور علاء خطفنا أنا ما سلمتش عليك يعني طبعا صديقي العزيز على قلبه الله أنا مبسوط جدا أن أنا معاكم النهاردة ومبسوط جدا أن أنا على المصطبع وأنا مش حاسي أن أنا في برنامج إحنا قاعدين على المصطبع فعلا وقاعدين بالدردش وبنتكلم لا لا فالص ويا دكتور أنا مش عايزك بقى تقول منور العالمين مع بعض منور منور برنامج على المصطبع منور عزيز مشاهدين منصبع حرب دايما يكير بكل حاجة حلوة منوركم وإن الواحد يبدأ يومه بقاعدة جميلة زي دي وبدردشة لطيفة حاجة يعني تفاعل يعني نتكلم بقى على مجال بتاعنا الحلو تمام نجيب وراء شوية نجيب من الأول خالص نجيب من الأول خالص يعني إحنا المصطبع دايما بيوعد عليها الناس البسيطة يعني أنا ما بجيبش خبير أعادوا على المصطبع دا المصطبع دي أنا وحوية ووالدي وجاري وأي حد معدي وأي حد معدي دي المصطبع أنا بستفيد منه وهو بيستفيد مني وكلنا بنستفيد من بعض وبنسمع من بعض فإحنا هنتكلم كلام بسيط مش كلام خبرة لا كلام يوصل لكل الناس ويقدروا أنهم يعني نتمنى أنهم يطلعوا بمعلومة أو يستفيدوا كلمة من الأعداء اللي احنا قاعدينها هو الإعلام موهبة ولا دراسة الاثنين موهبة بس ما بيكملش تمام ودراسة بس ما بينجحش صح هو بيكمل بس ما بيقاش ناجح ما بيلمعش يعني أنا عشان ألمع كإعلام لازم أولا أكون موهوب ثانيا بسكر الموهبة دي بالدراسة وإحنا المفروض أنه برضو زي ما قلنا أن من عوامل النجاح أن أنا استشرف المستقبل أو أتوقع اللي جاي لازم أهتم ببحث العلمي وبالدراسة وأن كل حاجة تبقى ماشية بمنهج علمي وأبقى شايف كل حاجة جديدة وشايف كله متابعة طبعا وبعدين إحنا دلوقتي ما عادش عندنا حاجة السوشيال ميديا والنت خلت دنيا كلها قد وصالة زي ما بيقول قد وصالة بس أنت أنا لو عايز أعرف أي حاجة بس هي الفكرة في إيه إن أنا لازم من الأول أبقى مركز كويس أنا بجيب المعلومة منين ومصدر إيه وبيجيلي إزاي ومين اللي وراها لأن زي ما بيقولوا إن أنت كله السم في العسد أنا بديك معلومة تجيبت اللي كنت هقوله برضو فهمني آه طبعا طبعا فأنا بديك بديك معلومة بس أنت ممكن ما يكونش وصل لك أنا محتاج إيه من المعلومة دي ولا وراها إيه آه وراها إيه أو أنا بهدف لإيه أو ممكن نضيف حاجة تالت أو حد قلته طبعا والممارسة الممارسة طبعا يعني أنا أقول الممارسة دي الممارسة دي نوع من الدراسة حاجة أنا يعني بالتأكيد أنا عادتت أدام الكاميرا دلوقتي غير أول مرة طبعا طبعا كل يوم بيفرق عن التاني طبعا فجأة بالنسبة أنا كنت التاني مرة أقعدت أدام الكاميرا على كفين ومع مين مع إعلامية يسماء لأسيد دغلاء خاطر هيعمل لي كده لأ لا دي إعلامية كبيرة طبعا أنا كنت أعلم الله يكرمكم برنامج بزورة وبرواز دا كان إن شاء الله من البرامج طبعا اللي كلنا كنا متابعينها وقد بيجيب شخصيات جميلة ومدام اخترت حضراتك أن تطلع في البرنامج يبقى كده دي شهادة كده أن حضرتك تستحق أن أنت تتحط ببرواز حط أصلا حط أبلي كده مازم مكسوب قدامنا أخيرا أخيرا دكتور علاء أحرج على الهو حسيت أن أنا ممسوطك لا لا مش خير الأعلامي قعد قدام الكاميرا ينسى الخجل ينسى الكسور المفروض أن يبقى كل يتعاملوا بحيادية تامة ما نحس الطرف على حساب طرف إلا في حالة واحدة بس البلد البلد صح في الوطن حالة الوطن الوطن مفيش حيادية مفيش حيادية إما حاجة تمس بلدي تمس مصر تمس وطني لا أنا وقف مش هدور أنا إعلامي إن أنا بشتغل إيه إن أنا بعمل إيه لا دلبلد مفيش مشكلة أعرف فيه صورتين هينزلوا الوقت قدام مفيش مشكلة أكيد سكينة تمام يبقى من الجاني؟ الجاني اللي على اليمين والمجنع ليه على الشمال تمام طيب أنا لو جيت بقى صورت من زاوية معينة وخدت الموضوع بالكاميرا أو عمل زوم على منطقة واحدة ده الكست في الحدة اللي أنا عايز أظهرها شفنا إيه؟ شفنا إنه في الشكل هتلاقي إن رجل الشمال إحنا لو ممكن بس نشيل اللوجو عشان الصورة تظهر شوية شكرا ما مناش مع حد بيه هنلاقي إن الرجل اللي في الشمال ظاهر كأنه هو اللي ماسك السكينة وبيضرب اللي في اليمين يبقى أنا كده الميديا عكست الموضوع قلبت الحكاية تماما خليت الجاني مجنع ليه وخليت المجنع ليه هو الجاني وده بيبقى معمول طبعا لهدف معين أو لتوجيه رأي عام لحاجة معين طيب نممكن نشوف الصورة التانية أنا لو بصيت للصورة اللي في النص ألاقي المنظر إيه؟ ده المنظر الطبيعي اللي أنا لو وقف برضو أنا هشوف عسكري واحد وقف معاه بالسلاح والتاني العسكري التاني بيشربوا مية دي الصورة الطبيعية الميديا ممكن تبصلها من ناحيتين أنا لو اكتزقت الصورة لو خدت الصورة اللي على اليمين هلاقي الموضوع في إنسانية وفي عطف وعسكري بيشرب عسكري مية حاجة منتهى الإنسانية لو شكت الصورة على الشمال هلاقي منتهى القهر أنا عسكري نايم وأنا حطت السلاح العسكري التاني حطت السلاح في رأسه فهي دي الفكرة اللي الميديا بتلعب عليها إن أنا أخذ من الصورة اللي أنا عايزة أوصله ما وراء الحقيقة ومين اللي بيدرها؟ من الآخر تمام وده للمفروض إن إحنا كلنا نبقى منتبهين ليه كويس جدا أعتقد إن الجمهور أو المشاهدين أو ما وراء السوشيال ميديا الناس المتابعة من بيبقوش عارفين الجزئيات لا خالص وده سبب معظم المشاكل ده سبب هو الناس اللي بيحصل لها مشاكل في السوشيال ميديا بيبقى ليه؟ شايرت خبر مش عارف مصدره كلمت حد أنا مش عارف هويته مش عارف ده مين حد عمل حساب فيك وده خل كلمني وورطني في أي حاجة تعرف أنا مبسوط ليه؟ خلط وضعيك أنا مبسوط ليه؟ طبعا أنا معرفش حاجة هتنزل السرطين أو أمره وشوفه ما أخير بس حاجة بتقولي الكلام اللي أنا من ساعة ما عادت على المصطور عمال أقوله حد تفتح النهاردة لا يعني والدكتور عمال يقولي أنا مش إعلامي مش إعلامي زي بقى؟ لما أجي خبر يجي قدامي لازم أحلله وأعرف جوانه وإيه طبعا ما أخدش الخبر على عالته هو المشكلة مش في جيلة الشاعات بتنتشر زي دكتور؟ منتشار بالضبط؟ بدون أي هدف أو في حاجة في نفسه عمل خبر ونزله وأنا جيت بسيت على الخبر من غير ما أتأكد من أي حاجة أوتوماتيك قمت عمل شير وجي واحد ورايا واثنين وثلاتة ومليون واحد عمله شير بقت إشعة بتلاقي الدنيا كلها البلد كلها بتتكلم عن الخبر ده هو أصلا خبر مدسوس أو ملوش أساس من الصحة أو خبر مجذوب يعني حاجة تصحيح الميديا بالنسبة لنا للعبار الكاذبة والإشعات معلش يا أستاذ قبل التصحيح بس أعزليت حاجة هو ياريت توقف على التشيره بس يروح مديك كومنت يروح مزود عرف أه طبع طبع إحنا هذا هو سبايسي بتاعنا الله يعني وعليك هذا هو سبايسي بتاعنا هذا هو سبايسي بتاعنا ويعني هو الفكرة أن اللي منزل الخبر أول واحد بيتفاجئ بعد كده بالخبر يعني هو بيقراه هو ممكن يصدقه بعد ما احنا كل واحد حط التشي بتاعه وحط كومنت وعمل حاجة ممكن يكون هو أصلا مش هو يعني هو سرعة إنه هو يشير هو شايف أنها سرعة منه وديبت أحسر كثير جدا وما ببقاش قاري اللي جوه أو ما شارش حتى بقية الفيديو إحنا لازم نتعلم إزاي نستفيد من السوشيال ميديا نستخدمها استخداماتها الصحيحة أنا بس هسأل حطاك بالسؤال إحنا بالنسبة للفيسبوك منت حضرتكم متابع الفيس أكتر أو متابع السوشيال عمومي أكتر؟ بس زوالي طيب بشاور عشان لو حصل سؤال إنت طبعاً وإنت بتتصفحه في الفيسبوك بيقابلك صور لمارك مارك صاحب الصرح العظيم ده ومؤسس الفيسبوك شفتله صورة مرة مسك موبايل فاتح فيسبوك بتشوفه دايماً عمل إيه؟ واقف واقف مسك كتاب بيلعب مع أولاده قالك المخترع الحاجاتي المخترع اللاب والكلام ده والتاب والتبات قالك عياله ما بينسكيش إحنا دي حروب الجيل الرابع الله ينار إحنا في القرن في أواخر القرن الثمنتاشر الحملة الفرنسية جات على مصر واحتلوها بقوة السلاح بقوة أسكرية نهاية القرن التسعة عشر دخلت إنجلترا بقوة السلاح جيل الأول ثم الثاني ثم الثالث إحنا دلوقتي في القرن الواحد والعشرين خلص مفيش قصة إن أنا احتل بالسلاح دي مش من احتلال فكر طينا ورأي تعرف حقيقة كمان مشكلة الفوتوشوب يعني هو الخبر كمان الفوتوشوب ممكن يعمل أي حاجة إحنا تكلمنا عن الإجتزاء ما تكلمناش عن بقى التزوير إن أنا بالفوتوشوب أنا ممكن أغير أي حاجة حاجة ده مبارح منزلين حاجة صورة الإعثار لها حلسكندرين تكتشف من الصورة دي من 2015 وفي منطقة تالية أخذ دا لك انت إسأل جدا حاجة كتير جدا برضو معليش فيه فعلا هناك نوة بس مش بالصورة بس مش بالصورة بالنوة والإعثار تفارق شاسع جدا إحنا قولنا الإعثار إعثار ده مدمد الإعثار انت نقلت البلد لمرحلة جديدة يعني أنا في مرحلة ربنا يا ربي ما يدخل معنديش الحمد لله معنديش عصير معنديش زلازل معنديش الكلام ده فأنت بتعمل للناس أهلا نفسي خلاص أنا بقلق أنا دخلت في مرحلة طب الزل دا الدلت هتغرق ده بلدنا خلاص هروح على المية غطيتها خلاص ما فيش بلد تاني قليل نفكر لأن حتى حتى الخبر بتاع الأعثار ده اسمان خف مش نفكر ده اسمان خف على بلدنا لو فكرنا شوية هو هل النهاردة الناس المسؤولة في البلد هيتفرجوا فيه أعثار لا هتتلاقي قصة وقت الشكل تاني خالص يبقى أنا إيه أنا مطمئن معنة ليه معهم وما التأكيد للناس المسؤولة رد فعلهم مش موازن للأصار ده اللي حمكينوا فيها هو الحربة هي ما هو ما ده حربة هو مش عايزة بتعمل حصاً فإنان يا فنزل السوشيل بتعمل ليه في الأول أنا بعمل أزمة ثقة بينك وبين المسؤولين بتلعب حتة دي بينك وبين الحكومة بينك وبين الناس اللي أنت مستني أنهم هيحلوا أو حتى لو تقالك حيئة أنا مش واصف 100% فطبيعي أنه حقاً ده حتى لو تقالك حيئة حتى لو تقالك حيئة قدام الناس وجبناها واقع يقولك بس ده هم بيقولوا أي كلام بس عشان يداروا على الحدث حتى دي كمه مش بحديش هستدار زرعت أزمة ثقة بس برضو الطرف الثاني أتحمل جزء من المسؤولية الجهات المسؤولة لأنه اللي لازم يبقى فيه هو أبضيط على طول كل ساعة خلي ماكي احنا طبعاً بتكلم على السوشيل ميديا وعلى الميديا وربطينها بقصة الأمثار طبعاً أنا فيه حرب شادسة بتحصل علي فأنا لازم أكون على نفس المستوى هم بينزله وبينزله بص كل خمس دقايق وبينزله صورة كل دقيقتين يبقى أنا على أقل زي ما حضرك بتقول كل ساعتين كما هذا دور الواطن المصري يا فندم يعني أنا أنا شايفاً ده دور كل واحد فينا أنه ندافع بطريقتنا أو بنتكلم بموضي الله ده أنا مفارف مهرج لا ده أنا شايفاها ألف به لازم بقول جواك أنت اتدافع انك تدافع ده ده أول حاجة يا أستاذة دافع عن المعلومة مش عندي أنا مش قصدي يا دكتوري أنا النهاردة فيه ناس متخصصين بيقودوا بس ما شيرش أفاحد اللي الدوني أنا كده بعمل كأنني بالضبط بقى أداية معاهم أنا كده بواستغل برضو شوف تياراك في الاختلاف ده شوف مختلفين واستغل لا ما هو حلو هو الاختلاف ده هو عفظ هو اللي بيحصل كلادي أنا النهاردة فيه ناس بتشير وتمام ورومرز كتير أوي شاعات كتير أوي تمام أنا خلي بالك أنا كمواطن لو طل حد مسؤول وقالي يا جماعة واحد يتنين واحد يتنين تلاتة أربعة المضاخلة بس لا مش خلص هو محتاج شوية وقت يعني أنا مش من أول مرة الناس هتقول موضاخل لأن أنا في كل ساعة أه لا أنا أصد إن هو دلوقتي الدول اللي هي مش يعني اللي هما اللي إحنا هحسن سمينهم كل ساعة بيديك نشرة يقول لك الوضع كذا 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 تمام أنا عشان أعمل ده أنا هابني جسر هابني جسر الثقة الأول أرجعه تاني وبعد كده الناس خلاص مجرد ما طلع حد يطلع من الحكومة يقول إن فيه كذا هيحصل الناس مش هتنقش إنما طول ما جسر الثقة ده لسه ماكملش هيبقى في قلق برضو حتى لو حد طلع قلب يمكن ده اللي حصل ده ممكن يعمل جسر الثقة أنت لا تخيله أنت بتكلمني في حقيقة لما أطلع أكلمك في حقيقة والحقيقة بتحصل قدامي إحنا ليه بنشكر في حقيقة الأرصاد دلوقتي إنه إنهم هم تقول لي توقعاتهم منذ 90% طب 90% دي العشرة في المائة دي حاجة ترجعنا يضيتهم ممكن النهاردة اللي هو مش كده يا ربنا يخليه يمشي في نحن تاني النهاردة الثقة دي ممكن بسهولة قوي إنها النهاردة كفاية تدخل أصلاً على تقول لي فاك تحقيقة تطبيق كفاية تدخل أصلاً دلوقتي زي ما عملت دلوقتي تدخل تشوفها عن موبايل الأرصاد بتقول لي هي دلوقتي بقتل مصدر كمان مش بتعرف النهاردة أو بكرة أنت ممكن تعرف ما هدامنا بقول لك بقى مصدر معلومة لأنك واثق فيه ما هي ده مقال ثقة لحن كان ما هم عشان الناس اشتغلت والناس قالت وأعلنت وعملت تواصل وعملت تواصل بالظبط نجع بقى لسؤالنا اللي الدكتور علاء ده خلنا طلعنا منه اللي هو أنا إزاي أعالج ده شايفها برؤيتك إنت إزاي أعالج ما تبقى فيه إشاعة ما يبقى فيه عندنا معلومة كاذبة ما تبقى عندنا البلاء والسودة دي إزاي أعالجها كأعلاق الدكتور علاء رد على الموضوع أول حاجة أن الناس المسؤولة أو الحكومة ترد مبدئيا ثانيا دور المواطن ودور الشعب إن إحنا نبدأ خلاص ناخد كلام الحكومة ده وإحنا نبدأ نشيره ونبدأ نردده مش نسمعه خلاص وحكومة تبقى برو أكتف مش ريأكتف آه طبعا ريأكتف مش ريأكتف طبعا ما هو ده الكلام اللي إحنا قلناه من الأول ما ده ده عنصر أساسي في النجاح أو عنصر أساسي في إن إيبقى فيه ثقة بيني وبين المواطن ده ما فيهوش كلامية الفكرة بقى التانية اللي إحنا هزينا نتكلم فيها الاستخدام السيء للسوشيال ميديا أو لوسائل التواصل الاجتماعي وبمناسبة أنا مش شايف إن وسائل التواصل الاجتماعي دي لها من إسمها أي نصير نفس الكلمة اللي إحنا قلناه في حلقة الفيديو إحنا دي نقول وسائل نفس الكلمة آه وسائل الانفصال للتقاطع وسائل الاتفكك يعني إحنا أنا لسه موقف من بارح كان عندي عزوم عقلي خلاص متجمعين والمفروض إن إحنا بنتغدى مع بعض مش موقف بس كلمة عم يلعب عليه كامل فراش لا ياريت ياريت بيلعب ده إحنا خلاص خلصنا خلصنا الغداء هات كذا وهات كذا كل واحد ده كبير وصغير يعني مش مش فئة معينة لا ده الولاد الصغيرين والشباب وناس ده احتلال أحطح والله ده احتلال جوه مش فكري بدا أنت بتسمع بس رنة وصول الرسالة طب ممكن معنا اتصالت أحطح أو أنا قلتلكوا أنا النهاردة في الحقيقة أنا نفسي يعني اتخال الاتصال اللي جاهدة وإستاذة نجلاء كتبة وصحفية أستاذة نجلاء صباح خير صباح النور أهلا وسائل صباح الفل وحشتينا الصباح اللي هان عليكم منورين الدنيا والله مواضيكو دايما جميلة الله يكريم أنا بعتبركم نفض المجتمع بطراح الله يكريم صباح اللي هان عليكم صباح كل عليكم والله الموضوع بتاعكم جميل جدا عن السوشيال ميديا وهي دلوقتي أصبحت مش هي بمزاجنا للأسف شديد يعني احنا كنا في الأول حبينها وبنقبل عليها على إنها شيء مفيد جدا وإن العالم هيكون زي القرية وإنك مجرد ما تتعجز عن سؤال بكافة الزر على رأي الخليجين هتوصل لكل المعلومات الانتعاد ولكن اكتشفنا بعد كده إنها أصبحت خطر جدا على البيت وعلى المجتمع وعلى الشباب لأننا للأسف شديد في الدول العربية ما بيستفيدش بالجانب الإيجابي لها زي ما دول العالم المتقدم بتاهم احنا بناخد الجانب بالسلم يعني الموبايل بدل ما نستفيد منه في حاجة مهمة جدا ونستفيد منه بشكل إيجابي بنستغله في مهاترات ومكالمات بالمدة الساعة وساعتين وفي الآخر غير المشاكل وفي الآخر غير المشاكل وفي الآخر ينتج عنه أمراض خطر على المخ والسنقى والآخر نقص الحكاية الشامية بدل ما نقص على المس ونستفيد بمعلومات بايسة ندور على بحث ندور على نصيحة طبية ندور على حاجة مفيدة لدينا في حياتنا بالأسف بكل اللي بنعمله إن احنا بنعمل من وراء مشاكل إن الشاب بيبدأ ينعزل عن الأسرة إن ممكن يتون معلومات بخلص وبيخذها من الجهات ومواقع خلص ممكن للأسف الشديد وإنا كلمت عن الموضوعات أكثر من مرة في التلفزيون إن ممكن ينتج لك إرهابي جوه الأوضة المأخول عليها بابه وإنت متطمنة أنه مخرجش ولا قبل أصحابه ولا تتعرف على بنات ولا شك منحب وبيعن بلوي سوداء بالضبط وهو دو بيتك ممكن يتحاول إرهاب الظلمة الظلمة الحسن وللأسف معظم الشباب المصريين اللي انضموا لداعش زي الولد اللي هو الإسلام وستقطبوا من خلال النت صح؟ ورياضي جدا إسلام ده كان رياضي جدا وكان في نوادي رياضية للأسف انضم لداعش بسبب إن هو كان بينغلق على نفسه في الغرفة مع النت وأهله مش حسين فيه وهو قاعد الزمر فيه فعشان كده أنا بضم صوتي لصوتكم في البرنامج الجميل ده وبقول يا رياض إحنا كأسر على قد ما نقدر ما نخلص لك فترات طويلة قدام الجهاز للأخطار الصحية والأخطار النفسية والاجتماعية اللي هتنجم عن الاستمرار في القعاد قدام الجهاز لفترات طويلة إحنا مش ملتين خطورتها فياريت يا رياض نرجع ثاني لعداد زمان إن الأب والأم يحتوى نرجع على المصطبق نرجع نقعد على المصطبق نقعد بشكل جماعي قدام التلفزيون يا إيه المانع إن الأب لو بيحب الكرة يشارك ابنه معاه حتى لو هو عنده عشر سنين ويفضي يتفرج معاه اللم الحلم حجر يا بيا جميل الأم تاخد بنتها وهي في المطبخ الأم تفرج بنتها برامة الصابقة الأم تشارك بنتها في المسلسلات تتفرجها وتتفرجها وتتحكمها وتتعرفها يعني ياريت نتجع ثاني نحتوي أولادنا وتتجمع الأسرة المصطبقية أنا عايز أشكرك عايز أشكرك على كمية معادي أنا عايز أشكرك أن أنت متابعة للبرنامج بتاعنا وأنا طبعاً نبقى شرف برنامج كتبها وصحفية كبيرة الله يخليك بأن نبقى شرف لنا نتمنى دائماً نتمنى كل برد شكينا إن شاء الله شكراً يا سيدناي شكراً فاني يا دكتور بمناسبة إن إحنا على المصطبق أنت حداك تعرف إيه أقدم وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي؟ الحمام الزايل ولا كان فيه حاجة تانية؟ بس مش هقولها سيبها أنت تقولها مش مش هقدم أو كده شوف ده نطلت أنا بجيب حاجة أقدم من الحمام الزايل لا إحنا إحنا على المصطبق طب ما ده الحمام يوه ده إحنا المصطبق قعدة المصطبق هو إحنا إحنا التوكشو دلوقتي بيتعمل فيه إيه؟ أيوة اللي هو على المصطبق؟ بجيب الخبر وبحلله وبحلله وكل واحد من الموجودين بيقول وجهة نظره لحد ما نوصل لحل الموضوع ده بالضبط اللي كان بيحصل على المصطبق انت بالمناسبة عدت على المصطبق قبل كده؟ يوه أنا مجل قروي قروي أعمل إيه؟ قروي والإتنين مناسبة قاف وكاف مناسبة قروي وكروي أهلاوة لازم الكابو لا أنا يعني مش عارف خلاص ما تقولش على الهواء خلاص لا أقول على الهواء أنا أهلاوة جدا ما نبوش أنا أهلاوة جدا قولنا آذر رجوع قولنا آذر رجوع قولنا آذر رجوع قطعنا مين عطلية الزم الكوية؟ لا أطلع من العيلة كلها زم الكوية فأنا بشجع يعني يا جماعة يعني أنا بشجع المنتخب عليك هي بتعمل كده حتى نتواصل الاجتماعي لازم يبقى الزم الكوية يا جماعة يوم حق علينا مين زم الكيه ويرفع إيه؟ معلش طبعا مفيش حاجاز ما كده حتى في دي كمان عملوا فيها تفريقة ودي من ضمن الحاجات برضو اللي هنكلم عليها في يوم من الأيام حتى في الكورة اتعامل خلاف ما بين الجماهير طبعا طبعا وبقينا نشتم ونهزة ونطرش بعض انت بتشوفي صفحات التواصل عاملة ازاي بعد المرش بعد المرش الصفحات عاملة ازاي والناس بتخسر بعض وصحاب بتخسر بعض بسبب الكوية دي برضو من الحاجات اللي اتزارعت واحنا ما أدركناش الكلام ده غير متأخر جدا مع شكري نقول لك أن نشجع متخب نشجع بالادي كل يقول لك أنت تشجع ولو منتخب عامزاي والله أنا بالنسبة لي يعني للسوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي دي أنا بعتبرها بتاخد الناس رهائن أسرع لقد أصبحنا أسرع أسرع جزاك الله خير أسرع فعلا إن كل واحد ماسك الموبايل أو ماسك التاب أو قاعد على اللابتوب خلاص خرج من العالم الحقيقي وحبس نفسه في عالم افتراضي عالم مش حقيقي الثاني بيكون ممكن بصفا وانه من الصبح أصلا في المناسبة دي هتبقى مقدمة للحلقة اللي جاي خضرتك زمان كنت حريك لما تروح تشتريح حاجة تزل الساعة 10 الصبح وتتلقى المحلات بتاعة، الملابس فتحة، وكلانة تمام 我就 قد نطاور المحاية بتاعة ساعة قام jug كل الحرف قد نطاوم بلا أصبحي الأ enters которая تبتح على الساعة 2 وبلا أصبحي المحلات بتاعة الساعة 5 يعني انت لو نزلت الساعة 2 تشتريح حاجة وطيق طب العشاة مش هتلي حياتا في الصيشال ميدي. طبعا. لان هما طول.挨زان طول الليل انا هنزل ازاي شغل الصبح. اخز انزل ازاي شغلي. ويجي هو هو بيخلص شغل الصاعة التين. خلي بالحاج بقى انا هقولكспالحاج والله والله. وانا جاي والسابط الصبح او جمعة الصبح انا ببعيندي كمية طاقة بتبقى كمية عادية. خلي بالك احنا احنا ظلمين نفسينا. اه والله نظم. احنا ظلمين نفسينا بعادات سيئة جدا. والله والله. طبعا. زمينا في سنة بعدين سيئة جدا. انا عايز تتخيل. تتخيل. فلم الدول الاوروبية. انهم احنا احسن منهم شوية. اللي بيحصل ليه فلم. شروق الشمس. والله احسن كتير صحيح. شروق الشمس. يا دكتور. تلاقي الناس كلها في شغلها. الساعة خمسة. يا دي تعلمات مين? انا عجبته اتكرت ما اقول الشيخ محمد عبدو عجبته من اسلام بلا مسلمين ومسلم بلا اسلام. طب. طب. احنا الاسلام بتاعنا. انت يومك يبدأ مع الفجر. صح. مع الفجر وينتهي بعد صباح العاشر. ما ينفعش نام الصبح وقول انا خدت راحتي اه خلاص. وهي صحية. وكل يوم. وكل يوم الطب بيثبت ان كلام الاسلام هو الصح. صحيح. لبس الناس تجرب كده تنزل الصبح. نام بدري وصحة بدري. وتنزل الشارع. اه. والله العظيم. العبرياض ده الصبح شوية. استمتعوا بالحياة. قد. اول. اول ساعة بس. قبل ما تروح شوية. لأ جو جو مستلف تماما. ده اللي احنا احنا يعني احنا احنا الجيل بتاعنا لحق الموضوع ده شوية. نام صحيح. ما كانش لسه فيه الموبايلات. ما كانش فيه لسه الانترنت. دعنا احنا برضو احنا ممكن نكون جيل واحد. نعم. احنا كانت تلفزيون وعلى الساعة 11-12 خلاص التلفزيون شطر. اذا حقد اصلا قدر ان هو يقعد لحد الوقت ده. احنا كانت ساعة 9 ساعة 8 خلاص. انت بتستنى يوم الخميس بالليل عشان الصهر. وحافظ برامج التلفزيون كل يوم الصهر كزا. وانا هتفرج على كزا. انما دلوقتي كامل قنوعات. او نبقى هيصة. انا عايز يتفرج على الفنادي عشان انا شايف الفيلم ده. ده ده الولايات بيعملوا دلوقتي حاجة حاجة خطيرة جدا. المسلسل اللي تقالد في التلفزيون وهم ما معرفوش يتابعوه. يعمل ايه? على النت. نعم. ويجي يقعد يتفرج على التلاتين حلقة. عايز يخلصهم في اثر وقت ممكن. فده يخليه يعمل ايه? قاعد يوم كامل. جايب قدامه لللاب. وعد يتفرج طول الوقت. منعزل عن العالم. ما بيتعاملش مع حد. بقى منطوي تماما. ما عادش بيعرف يتعامل مع البشر. لان خلاص هو هو فصل نفسه عنهم. حاطف نفسه في عالم افتراضي مالوش وجود اصل. ده حصل عنده مشكلتين كمان. كده حصل عندنا مشكلتين. منركز فيهم وانتخيلهم مدى تأثيرهم بعد كده. واحد ان الوقت اللي حبك بتقول عليه ده. انا بقي تاخد المعلومة اسرع ما يمكن. انا خلاص انا حطيت تارجت قدام ان انا اخد المعلومة سرعة جدا. فانت تعال اقول له اقعد انا عايز اتكلم معك في اي نتقاش. لا مش هيستحك. مش هيستحك. عايز ابنك يوعد في المدرسة ياخد او يطلق على المدرسة. مش هيستحمل. ازهقان. مش هيبقى مركز كتير. هو عايز يخلص. ليه? ان ده اوتواتك اثر عليك. وبعدين هو. هو لازي حاجة ده دليل دليل ان احنا بنتكلم في حاجات بتمس الواقع. انت بتكلم في موضوعات مهمة جدا. التاني النقطة الثانية اللي كنت معاش برضو يعني اقول ها معاكم. احنا انتشر عندنا الوقت الاخير. ويمكن دي حاجة خليتني يعني اسرح شوية. مش عارف هو انا مفوض ان انا كاعلام اقول اتضيف ان افضل تلات دقايق ولا? بس اقولك ايه حفزي. انا بقى اتعلم منكم. اهو اعطوه. اهو اعطوه. لا لو تلات دقايق ما ليش انا اعطوه بقى حضرتك انا ايه. لا ده هنا بقى. انا محتاج بقى محتاج دي اتين في الاخر بما اننا على المصطبة. على المصطبة ما فيش موزيع وفي ما فيش ضيفة. على المصطبة الناس بتتبادل الادوار. فخلاص انا سيبتلكو حلقة كاملة موزيعين وانا اتضيف. انا دي او نص دي او نص دي او نص دي انا هسأل فيها كل واحد هيكو سؤال. فالواحد بس. فضل لفهم. نبدأ بلو سيدا ولاق. طبعا. انت عملت برامج كتير وقابلت ناس كتير. من الشخصية اللي تتمنى ان انت تعودي معاها وتحوريها على المصطبة. طبعا مش انا. الله يرحم ابويا. كان نفسي. كان نفسي. اوي اوي اوي. اجيبه يوعد معايا اه. واتكلم معاك كده. وكان فعلا بقى تحس ان هو قاعد فعلا على المصطبة. كان اتكلم من قلب القلب. نلحى بقى اخر نص دي اعة. دكتور علاء من السيدالة للاعلام. هل تعفقد ان في الاعلام دواء? اه منازلة هو الاعلام اصلا دواء. بالمناسبة الاعلام اصلا دواء. احنا نهاردة بنالذة دواء. حاجة ثانية كنت هزا عملنا. احنا نهاردة دواء بنالذة. طبعا. احنا نهاردة اصابة مشكلة. الكبسولة. الكبسولة. بلنا حنول ليها. بالعلاج طب نضع لك اه طبعا بل بالعزة اقولك الحاجة بالإعلام ممكن يكون أشد فعالية من الدواء أنا سألت السؤال ده لأن حضرتك من بداية الحلقة مركز على إنك مش إعلامي أنا سألت السؤال ده عشان حضرتك تجاوب الإجابة دي عشان تعرف إن الإعلام والدواء حاجة واحدة برضو برضو الإعلام برضو الإعلام يا جماعي أنا لا أستحق هذا اللقاء لما أكون إعلامي أو حاجة إلا لو حاجة شاهد حاجة تاني ربنا يوفعك يا دكتور إن شاء الله نختم أنا مش عايزة أختم طبعا معيك والله أنا مردك الجميلة ومسوطة من حضرتك شغفتنا بجد مرسي وبشكرك ومعلومات كنت قيمة واللي عجبني إن حضرتك فاهم الدماغ اللي وراء الكاميرا والأدامي الكاميرا واللي جوه الكادر فده اللي عجبني أنا مبسوط أكتر إن أنا أبدوكو النهاردة ومبسوط إن أنا تعرفت بالدكتور واتشرفت إن أنا مع حضرتك وإن شاء الله بالتوفيق وتعملوا حلقات تقصر الدنيا بإذن الله إن شاء الله في نهاية حلقاتنا النهاردة بنشكر لأستاذ مدحة عبدالله الإعلامي وإن شاء الله هنشوفكم الأسبوع الجاي ما فيش شكر لنا والله وطبع الأستاذ والأخاطر شكر أعزائي اللي طلعت الحلقة من غير أنا مموت كل مرة كل مرة هيا سفزتني أقولكم الأسبوع الجاي بس قبل الساعة من دلوقتي أعبني أتليا سوالي قوش